في مقالك الأخير سميت زيارة بايدن إلى بيت لحم بأنها زيارة سياحية هل تعتقد حضرتك أنها ستكون فقط زيارة سياحية؟ يعني هذا بتفاؤل كمان إذا نحكي بالمنطق السياسي نعم هي زيارة سياحية بالمعنى السياسي لأنه لا يوجد لديه شيء يقدمه للفلسطينيين تحدث عن صراع الصراع يحتاج إلى أفق سياسي يحتاج إلى حركة سياسية وليس إلى الحديث عن تقديم مساعدات عن طريق بعض الدول العربية عن زيارة مستشفيات في القدس عن التقاط صورة مع الرئيس محمود عباس وفريقه على وعد أن يتم كذا وعلى وعد أن يتم كذا فبالتالي بالتأكيد هي زيارة سياحية خاصة فقط لتجميل صورته أنه جاء إلى التقى برئيس السلطة وبالتالي يحاول أن يكبح جماع الذهاب أبعد من الواقع الحالي خاصة بعد التهديدات التي أطلقت من الرئيس محمود عباس وتشدق غضبا بأنه سيذهب إلى قرارات المجلس المركزي الذي هو مقفل عليها بخزانة حديدية من عام 2015 يعني صار له سبع سنين الرئيس محمود عباس يهدد باستخدامها وبالتالي لا يستخدمها يعني الأمريكان ربما أعتقدوا أنه ممكن يعملها يعني في ظل الأزمة في ظل وضعه الداخلي في ظل ارتباك السلطة في ظل مخاوف من قوى داخلية فلسطينية تستعد لميراث حركة فتح وتغيير التاريخ بالتالي ربما أعتقدوا الأمريكان أنه لابد من تقديم شيئا ما شيئ ما هو الزيارة بذاتها والأمريكان معتبرين اللقاء بحد ذاته مكسب للفلسطينيين وأنا شخصيا أعتبره عار للفلسطينيين خاصة بعد ما أعلم جدوى الأعمال في إسرائيل يعني شيء يعني فيه أنا أعتقد أنه فيه إهانة حتى وطنية للشعب الفلسطيني أن يذهب أن يعلن الرئيس الأمريكي في مطار اللد ما أعلنه اليوم يعني أنه هو صهيوني ويفتخر أنه صهيوني وأنه إسرائيل وجدت مش فقط لتبقى وإنما لتستمر وأنه لو ما كانت لازم تكون وتحدث عن إسرائيل يعني كأنها شيء هي الوحيدة في المنطقة التي جاء من أجله وبالتالي هو لم يتحدث حتى لما نحكي عن حل الدولتين قال لي لا يعني أنه ممكن فيه حال يعني فيش رئيس في العالم وهو مشروع أمريكي بالمناسبة الناس بتنسى أنه حل الدولتين قدموا بوش في يونيو 2002 فقط ليستخدموا ضد ياسر عرفات لاغتيال ياسر عرفات واستبدالوا بمحمود عباس اغتالوا أبو عمار واستبدالوا بمحمود عباس ولازال حل الدولتين يبحث عن طريقه حتى هذه اللحظة لأنه أمريكا غير قادرة أن تفرض حل سياسي هذا إذا بدها الآن الزيارة بحد ذاته هل هناك شيء يعطيه للفلسطينيين ولا شيء على الإطلاق كله يعود سنفتح القنصلية ولكن كجزء من القنصلية من الأمريكا يعني تخيل أن الرئيس الأمريكي نعم الجائل الفلسطينيين يعتبرون أن أحسن من ترامب سيقدم وثيقة هي الأولى في تاريخ العلاقات الأمريكية الإسرائيلية التي لم تحدث من 1948 ما يسمى بإعلان القدس أو جيرزولم ديكلاريشن هذا تثبيت أن القدس عاصمة لإسرائيل يعني بحد ذاته هذه أول إهانة مش فقط مضمون الإعلان مسمى الإعلان بذاته هي إهانة سياسية للشعب الفلسطيني وبالتالي لرئيسه اللي اعتبر أنه أسقط مشروع ترامب بأعتقد أبو مازل قال أنه إحنا أسقطنا مشروع ترامب وسب على الأمريكا لقاء أيام ترامب طب الآن جايك هذا بإعلان اسمه إعلان القدس هو أكثر سوءا من ترامب كيف بدك تستقبله وبأي منطق وبأي وجه بدك تقول للشعب الفلسطيني أنه هذا أفضل من غيره وهو يقدم لإسرائيل وثيقة أمنية لم تقدم لها منذ عام 1948 عدا قصة الوضع الإقليمي يعني بأعتقد أنه هو محاولة لتغطي على حقيقة غير صحيحة يعني أمريكا لم تحقق أي اختراق من قبلها في الوضع الإقليمي إسرائيل والعرب هم اللي حققوا فيما بينهم اختراق يعني لو بنحكي على المنطق العرب فيما بينهم هم الذين بحثوا عن بعضهم وإسرائيل لتغطية مصالح وإعتبارات أخرى وبأعتقد فيه يوما من الأيام سيكتشف العرب أن هذه دولة مارقة مش بس عنها عليهم كمان دولة ثقافتها لصوصية يعني ثقافتها لصوصية وفاشية بالمنطق التقليدي مش بالمنطق المستحدة حتى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر